بطولة العرب بطولة كانت رائعة وجميلة جمعت العرب وجمعت الجمهور العربي وجمعت الإعلام العربي على مشاهدة هذه البطولة النجحة بكل المقاييس ولكن من المؤكد ومحترامي وبتكلم كلاعب كرة المستوى الفني ليس بالمستوى الكبير المستوى الفني في هذه البطولة ليس بالمستوى الكبير عشان كده بقول لكم كأس الأمم الأفريقية المستوى الفني وقيمة اللعيبة اللي بتلعب في هذه البطولة هتكون مختلفة تماما اللعيبة اللي بتلعب في بطولة كأس الأم الأفريقية هم تصنيف أول تصنيف أول لعيبة محترفة بتلعب في أوروبا بتلعب في أقوى الأندية على مستوى العالم أحسن لعيبة في القرى الصمراء أفضل مواهب موجودة في القرى الصمراء وبالتالي بطولة محتاجة ان كل الاعلام المصري وكل المحللين المصريين وكل البرامج الرياضية المصرية تكون في ظهر اللعيبة وتحفزهم وتوديهم البطولة وهم عندهم ثقة في النفس اكيد كل اللاعب نفسه ياخد اي بطولة وكل اللاعب نفسه يقدي احسن اداء وكل اللاعب نفسه يجيب كل فرصة لكن محاولة طول الوقت ان احنا نودي اي مباراة واي بطولة للتقليل من لعب زمالكاوي او للتقليل من لعب اهلاوي لمجرد انه بيلعب في نادي منافس لا ننتمي له كمشجعين ده غلط لان بالمنطق لو احنا بنتكلم على فرصة ضاعة مثلا من مصطفى فتح يامى على مستوى العالم بما فيهم افضل لعب العالم ضيع فرص لا تضيع طبيعي ان اللاعب في بعض الاحيان يجيب اهداف صعبة جدا وفي بعض الاحيان يضيع اهداف قد تكون سهلة مش معنى اضاعة الهدف انه هو مسؤول عن خسارة فريق نمرة اتنين مثال وانا بقولها لكم يعني مثلا اكرم توفيق احتسب عليه فاول مثلا في مباراة الجزائر وحصل عليه على انذار تمام في هذا اللقاء واتمنع بعديها من لعب مباراة الاردن الفاول ده اصفر عن احراز هدف في مرمى المنتخب المصري هل ده معناه ان اكرم توفيق عشان عمل فاول يبقى لازم طالما عمل فاول يبقى الكرة لازم هتيجي جن هل ده معناه ان مصطفى فتحي لو عمل فاول يبقى لازم الكرة تيجي جن ده كلام غير منطقي وغير مقبول احنا نقف في ظهر لعبتنا سواء مصطفى فتحي او اكرم توفيق عادي عمر السلية يعني احرز هدف لكن في المباراة اللي قابلها هو افضل لعب منوفزا ماتش ده طبيعي ومنطقي على فكرة احمد فتحي جاب جون في مصر في روسيا في كأس العالة اقوى بطولة يا جماعة طبيعي ومنطقي لكن احمد فتحي واحد من عظماء اللعبة ومن افضل اللعيبة اللي جات في مصر واحد كان بيلعب في كل منتخبات المصرية واحد كان بيلعب بقلبه وبروح وبأداء وبقوة من اللعيبة الكبار في الكرة المصرية احمد فتحي هل معناه احرازه الهدف في مصر في كأس العالمي عادي كابت المجل عبغاني كل شوية يقولك ايه على حطتها كده هو حطتها كده هو هل احمد فتحي هنقعد نقول جاب جن في مصر في ماتش روسيا في كأس العالم الاخطاء وردة وطول ما احنا بنلعب هنقادي اداء طيب وفي بعض الاحيان هنكون اداءنا في بعض الاخطاء وفي بعض الاحيان يعني غزبا عن الواحد قد تحرز بعض الاهداف انا بكلمكم بمنطقة الصراحة في بعض الاحيان الكوار بتخبط مثلا في لاعب وتتحول يعني في الماتش نفسه احمد فتوح هدف الدخل مرمنة في ماتش الجزائر بعد كرة فاول اكرم توفيق خبطت في اكرم توفيق وحولت اكرم احمد بالفتوح وحولت اتجاه ماتش اليو ديانج مثلا امام عشور خبطت الكرة وطلعت عالية فوق ابو جبل جاتف العرضة ودخلت حاجة كتير بتحصل لكن في النهاية لازم ما نعودش نقفور المواضيع ونقلل من اللعيبة احنا عندنا بعد كاس الامم عندنا تصفيات المؤهلة للكاس العالم وعلى فكرة اعتقد في شهر يناير او في نهاية هيكون فيه قرعة اتأكدوا لي يا جماعة القرعة بتاع التصفيات كاس العالم امتى على حد علمي المفروض القرعة قبل كاس الامم يعني قرعة مين هيلعب مين في التصفيات الاخيرة لكاس العالم يعني مصر هتلعب تونس ولا مصر هتلعب المغرب ولا مصر هتلعب الجزائر ولا مصر هتلعب السنغال ولا مصر هتلعب نيجيريا تمام مصر هتلعب مين كل الفرق محترمة كل الفرق قوية كل الفرق ليها جماهرية كل الفرق ممكن تفوز على مصر وكل الفرق ممكن تتغلب من مصر ممكن نخسر من تونس وهي نقصة 3-4 لعيبة وممكن نكسب تونس بوجود محمد صلاح وبوجود مصطفى محمد وبوجود نجوم تونس ممكن نتعادل مع الجزائر بالصف الثاني للمنتخب الجزائري أو الثالث وممكن نفوذ على المنتخب الجزائري بالصف الأول كل شيء وارد دي كورة قد يكون الصف الثاني للمنتخب الجزائري ما يلعب مع الصف الأول قد يتفوق على الصف الأول ياما كنا بنلعب يقولك دايما نعمل تقسيمة كده بين 22 اللعيبة الاحتياطية هتلعب العيبة الأساسية في الماتش اللي جاي في معظم الأحيان بتلاقي الفرقة الاحتياطية اللي بتكسب الفرقة الأساسية بيكون دوافعها أكبر وبيكون تركيزها أكبر وده اللي حصل مثلا في ماتش الأردن في الشروط الأولاني دوافع لعيبة الأردن كانت أعلى من دوافع لعيبة مصر مش عايز اللعيبة تزعل زي ما قلت لكم ماتش تونس هو ماتش ممل ماتش بلا فرص حقيقية ماتش استحواز لتونس استحواز قليل لمصر مفيش فرص لتونس مفيش فرص لمصر زمان ما كنا بنلعب يقولك كل ما تجيب أربعة كورنر بجون والتنين كورنر بنص جون ما كنا بنلعب وإحنا صغارين منتخب تونس منتخب تونس جاب عشرة كورنر يعني هو تفوق على مصر بس في الكورنر بس لكن على أرض الواقع مثلا أخطر فرصة في اللقاء كله في التسعين دقيقة كانت فرصة مصطفى فتحي ومروان حمدي بل كمان في فرصة أخطر يعني لو المباراة كلها هم فرصتين فرصة لمروان حمدي برضو جات له وتحسب التسلل وهي مش تسلل يعني لو مروان حمدي كان جابها جون هو حسين فصل فاكرين لو كانت جات جون كانت هتتحسب لأنها مش تسلل فإحنا رغم كل الكلام اللي صنع فرصتين حقيقيتين في هذا اللقاء كان مصر وفيش ولا فرصة خطيرة على مصر إلا كرة سابتة جات لسيف الدين الجزيرة حطها في السماء ما كانش متحكم فيها أو كتعلى منه بس فهي دي كرة والجون الوحيد اللي صعد من خلاله المنتخب التونسي ليس من جملة أو من لعبة ولا هدف عالمي ده هدف عمر السلية لعبنا هو اللي جابه فينا في وقت اللي ما كانش فيه حد خالص في الثمنتاشر ولا فيه أي خطورة يعني لو عمر السلية لا مجدش في دماغه كان حجازي وراه ولو مجدش في حجازي شنوي وراه فيش حد حتى ناطط مع عمر السلية فيش حتى حتى لازق في عمد حجازي عادي خالص اللعب نعيم السلتي لعبها بعيد عن اللعيبة اللي كانت برا وعايزة تخش عشان تنقض يعني على الكورة وكده كانوا بعيد تماما عن الكورة لكن هو ده التوفيق هو ده الحظ وهي دي الكورة عشان كده احنا خسرنا في الدور قبل النهائي بهدف عكسي بلا أي فرصة حقيقية للمتخب التونسي وخسرنا وإحنا عندنا فرصتين وخسرنا بعد ما الوقت الأصلي انتهى وبعد ما الوقت الضايع انتهى والحاكم ما صفرش وما نقدرش اللومه لأنه زود تلاتين ثانية تقريبا بعد الوقت التلات دقايق وكان ممكن يصفر عادي وما كانش أي حد هيلومه لكن في النهاية تم إحراز هدف الهدف ده اللي عمر السلوية جابه كان سبب فيه ان احنا خرجنا انا بقول لكم كان ممكن لو لو عندنا خمس دقايق زيادة لو عشر دقايق زيادة لو الهدف ده مثلا في ديه تمانين لو ديه اتنين وتمانين فضلنا ثمان دقايق وفضلنا خمس ست دقايق ووقت ضايع الوضع كان هيختلف ومن المفترض ان كالوس كروش كان خلاص الناس رايحة لشوت تلت ورابع زي ما حصل في مطش الأردن عندنا احمد رفعة على الدكة ممكن يكون فيه تغييرات ممكن المستوى البدني بتاعنا أفضل كان كل شيء وارد لكن هي دي الكورة هي دي الكورة ومطشين الدور قبل النهاية كان فيهم يعني دراما كتير جزائر تتفوق منتخب القطر يعود في الديئة السبعة من الوقت الضايع المنتخب الجزائري يفوز في الديئة تمنتاشر ولا ستاشر من الوقت الضايع يوسف البلايلي يتصدى لضربة الجزائر تتصد فترجع ليوسف البلايلي تاني فيحطها فالحكم يصفر بعدها بدقيقة وينتهي اللقاء وتصعد الجزائر وتصعد تونس للمباراة النهية وتخرج مصر وتخرج قطر ويلعبوا على التالت والرابع كان ممكن قطر ومصر في النهائي كان ممكن مصر والجزائر في النهائي كان ممكن تونس وقطر في النهائي كان ممكن تونس والجزائر في التالت والرابع ومصر والقطر في الاول والتاني دي كورة وهي مكسب واختارة وظروف لقاء وظروف مباريات مطشنا ما كناش موفقين وجبنا جنف نفسنا وما انتهزناش الفرص اللي احنا كان من المفترض نحنا ننتهزها لانها قليلة جدا لا توجد اي فرصة لتونس في هذا اللقاء الا كورة ثابتة وفرصتين حقيقيتين للمنتخب المصري بنسبة 95% كورة مصطفى فتحي ومروان حمدي ما دخلوا على بعض وكورة مروان حمدي والتحسب التسلل وهي مش تسلل يعني الكورة لو كانت جات جون كان اللاين مان او المساعد الحكم هيرفع تسلل هيروحوا لتقنية الفار هتقول الكورة جون من الاخر يعني فمش عايزين ندوس على لعبتنا ومش عايزين ندوس على الجهاز الفني وننتظر لنرى احنا من وجهة نظري الاهم بالنسبة لنا دلوقتي هو ان احنا نبني شخصية المنتخب اللعيبة دي تكتسب خبرات اكتر واكتر واكتر نروح كأس الامم واحنا لينا هيبة ولينا وضع ونعمل مطشط يبان فيها شخصية اللعب المصري ونروح المرحلة الاخيرة لتصفيات كأس العالم واحنا اي فرقة تلعبنا تهابنا وتخاف مننا وتعمل لنا حساب وان شاء الله نصعد لكأس العالم بقطر عشان نلعب في نفس الاجواء اللي لعبنا فيها في قطر البطولة العربية نجاح منقطع النظير نظام ملاعب تقنية فار حكام اه 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 خلاص فضل الله خطوة وتصل كأس العالم المتخب السعودي من قارة اسيا عندنا فرقة عربية وقد تكون اكتر واكبر تجمع عربي باذن الله اكبر واكتر تجمع عربي في بطولة لكأس العالم تقام في دولة عربية وهي دولة قطر نتمنى ان شاء الله كل شيء وارد